السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير طبعا احنا في الشتاء وصفات المحشي ما بتخلصش بس عمرك قبل كده جربت ترس السجوء تحت المحشي بالشكل ده هتعملي احلى حلة محشي ولادك هيعشقوها حرفيا ولو ما بيكلوش المحشي من النهاردة هيطلبوه منك جرب انت بس وعملي فرشة السجوء الخطيرة دي بجد حاجة تبارك الرحمن كده طعمها وشكلها واهم يا جماعة حاجة بجد تشرفك تقدميها كده وتسعدي بيها كل افراد اسرتك حاجة تبارك الرحمن من الاخر وتركتلي المحشي الخطير التحفة اللي هتسيبي اي حاجة وتكلي صوابع المحشي دي صباع صباع يلا بينا على بركة الله نبدأ باسم الله ونصلي على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآلي وصحبي وسلم تسليما كثيرا كمان لو اول مرة تشوفي القناة ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو معايا كده حلة حطيت فيها مادة دهنية وانا هنا حطى سمنة وزيت تمام اول مسيخن كده بدأت تنزل بكمية بصل انا هنا عاملة 3 بصلات متوسطين حطيت نص الكمية هبدأ ان انا اي اشوحة مع السمنة والزيت كده وديها رشة فلفل اسمر هتطلع معاك الريحة خطيرة مبدئيا كده قبل اي حاجة كمان معايا هنا هريسة من الشطة الحمرة يا جماعي دي شطة وعليها نسبة توم خفيفة تمام بحب اضيفها في كل حاجة ودي طبعا من الحاجات اللي نزلناها في التفريزات والتجهيزات اللي بتوفر علينا وقت ومجهود بعد كده فرمت طماطم في الخلاط وبعد كده ضفتها على طول اصلا اول ما ضفت الهريسة بتاعت الشطة على المادة الدهنية شوفوا انتو اللون بتاع الزيتة عندي بقى عامل ازاي بعد ما تسبكت كده انا كان عندي خضرة فروزنت حطتها على طول لان طبعا كلنا عارفين ان خضرة المحش الفروزنت بتطلع مني الفليزر تتحط على طول في التسبيكة بتاعتها قلبتها مع بعض كويس بعد كده حطيت كمية الرز بتاعتي رز مخصول ومتصفي كويس جدا هقلب بقى الرز وهي الخضرة وهي التسبيكة الحلوة دي وكمان انا حطيت للتسبيكة دي شعرة سكر بسيطة في البداية كده يا تقريبا ما تصورتش معنا المهم كلنا عارفين ان السكر بيشيل الحموضة وكمان بيخلي طعم السلسة خفيف و لذيذ قلبت بقى الخلطة الامر دي مع بعضها حطيت التوابل ملح كسبرة كامون فلفل اسود شطة بابركة وشوية من القرفة والجنزبيل دي بهرات المحش اللي انا بحطها بالنسبة بقى لناس اللي بقولوا مش بتحب تستخدمي الخلطات لي والله الخلطات بتكون حلوة يا جماعة وموفرة وقت ومجود وحاجات كتير اشتري انت خلطة المحش وهتيها ويضفيها وقت ما تحبي هنا دي بقى كمية البصل اللي احنا شوحناها في الاول ده هنا بصل ني جربي الحركة دي هتودي المحش بتاعك في حتة تانية خالص حاجة كده تبارك الرحمن يعني البصل كمية البصل اللي هتحطيها للمحش نصها شوحيها في التسبيكة ونصها دي فيها في الاخر خالص وهي نية وهي التوابل في الاخر كده سواء هتفرقيها مع التوابل او هتحطيها بالشكل ده مفيش اي مشكلة لاتنين سيين تقليبه كده عالسريع ونبدأ نطفي النار عالمحش بتاعنا نشيله من الحلة خالص لان انا بحشي في نفس الحلة اللي بسبك فيها الناس كتير قالوا لي ايه الحكمة من كده هقولكو يا جماعة ده توفير طبعا في اني معملش حلل وكركبة كتير في الحوض ولان الجو بارد ومش عايزين نغسل مواعين كتير فخليك اقتصادية غسيل الصينية اللي انا هعمل فيها الخلطة دي اسرع من غسيل الحلة زي في نفسه وطبعا كده كده انا سبكت فيها فما فيش مشكلة ان انا اعمل فيها نفس المحشي هنا طبعا انا كنت سلقت الكرومب وقطعته بالشكل ده وقدمته معاكو قبل كده في فيديوهات منفردة هنا بقى معايا واحدة بصلايا واحدة طمطمايا وواحدة فلفلايا هقطعهم باي شكل تحبيه انا هقطعه على نص حلقات بالشكل ده ورقيقة مش سميكة قوي ولا حاجة تمام قطع شوية خضار بس كده نعملهم فرشة في ارضية حلة المحشي واصلا الخضار ده لما بنيجي نعمل سجوء بنضيف فيه الخضار ده فهنعمل فرشة المحشي النهارده من خلطة السجوء الامر اللي هتشوفوها معايا دلوقتي تمام قطع بقى البصل انصف دايرة انصف حلقات بالشكل ده وكمان بيكون طعمه لذيذ وعلى فكرة الطماطم من الحاجات اللي لما بتحطيها في اول حلة المحشي في ارضية الحلة كده بتخليكي دايما تعرفي مرحلة التسوية وصلت لفين وبجد حلوة قوي وفي الاخر اصلا بتكون من قرميلة كده وطعمها احلى من الكاتشاب يا جماعة اصص البصل كده وقلبه ويا الفلفل ادي لهم تقليبة مع بعض واجيب الحلة بتاعتي وابدأ ان انا احط فيها الفرشة دي تمام شوية خضار حلوين كده هيدوني طعم وريحة وكمان هيحفظوا على ان الحلة بتاعتي او الحاجة اللي انا هطبخها ما تلزقش في الحلة الشكل اللي انتو شايفينه ده بدون توابل ولا اي حاجة هبدأ بقى اجيب السجوء بتاعي وترسيه باي شكل عشوائي او اي طريق انت عايزي هنمون من احنا هنرسي سجوء النهاردة في المحشي ولكم بقى ان تتخيلوا المحشي ده هيكون طعم وريحة وشكله جميل وحاجة تبارك الرحمن قبل كده عملنا مقلوبة المحشي بالبط وعملنا مقلوبة المحشي بالفراخ ايه المشكلة النهاردة لما نجرب المحشي بالسجوء بجد خطير يا جماعة طبعا ده سجوء جاهز اي انا باشتريه كده وباستخدمه على طول تمام حط السجوء اناي من غير ما شوحه ولا من غير اي حاجة خالص سنحط السجوء نايزة ما هو انا متأكدة من جودة السجوء ده ما فيهوش نسبة دهون زيادة ولا حاجة ايه فاحبه كده بيكون اصلا لوحده خفيف ما فيهوش دهون كتير ولا كده رصيته بقى في الحلة كده بالشكل ده عايز اقول لكم ان ما بين الفراغات دي انا هروس وحدات من المحشي تمام طبعا هقعد بقى احشي المحشي بتاعي واجهزه زي ما انتو شايفين كده انا هحط ما بين فراغات كل صباح سجوء والتانية محشي علشان اساوي حلة المحشي وتطلع معايا متساوية بالنسبة بقى لمرحلة حشي المحشي نفسه ومحشي الكرومب انا عملتها وما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو لاننا كلنا عارفين المحشي بيتحشي ازاي وصابع المحشي بتطلع معانا امر ازاي وكمان تقدر ان انت ترسيها بالطريقة اللي تعجبك انا عملت الشكل ده وكمان بيكون لذيذ كده هو صحيح بيكون بطيق شوية او اللي هو كيفية رسته بتاخد مني وقت شوية بس بتكون حلوة في الاخر هنا انا كده خلاص خلصت حلة المحشي حشيتها كلها تمام كده معايا زي الفل الناس بقلمي عنديها الشربة ومش متوفر عندها شربة هتعمل زي ما انا هعمل هتجيبي نص لتر من الميا او على حسب كمية المحشي بتاعتك تحط فيها كسبرة وكمون وشوية فلفل اسمر وتزبطي الملح بتاعها وكمان لو انت بتحب بتحطي صوية صوص هيخلي معاك المحشي ده خطير حرفيا حاجة كده تبارك الرحمن ونرفع بقى حلة المحشي على النار ونستنى على المحشي لما يستوي هياخد معايا في حدود ساعة على النار يعني بعد ربع ساعة كده من الغليان بنهدي النار وتكون شمع خالص ونسيب النار يستوي المحشي يستوي على مهله على اقل من مهله كمان زي ما انتو شايفين كده المحشي بتاعي حاجة كده تبارك الرحمن ريحته يا جماعة كانت بصه بتنادي على الاكيلة تعالوا يلا كلهم معانا محشي حاجة كده تبارك الرحمن حلو وقوي طبعا بالنسبة لان احنا هنقلبه لازم انتو صبري على اي حاجة هتقلبيها شوية انا بقولكو هنا مكان صباعي المحشي ده طبعا انا خدته ادوء نشوف استوى ولا لأ اكيد يعني يلا بينا بقى على بركة الله نقلب حلة المحشي الامر دي مع بعض ونشوف الشكل النهائي هيكون عامل ازاي ولكن انا عارفة ان انا اكيد جوعتكو بالوصفة دي دلوقتي وكمان هتقوموا تنفزوه على طول وانا عايزة الرأي في التعليقات يجيلي بعد التنفيذ ان شاء الله يعني كل اللي يجرب المحشي باستجوء ده او مقلوبة المحشي باستجوء يقول لي رأيه في التعليقات ما تبخلوش علي برأيكو في التعليقات ولا حتى كمان باللايك يا جماعة لان الوصفة تستحق من جمالها تبارك الرحمن وهمي من يوم عملتها وانا ولادي بيطلبوها مني ده شكل حالة المحشي واحنا بنقلبها هنا وحاجة كده طبارك الرحمن يا جماعة شايفين الفرشة اللي في ارضية الحالة المحشي زي ما قلتلكم بتديني طعم وريحة حلوين وكمان بتحفظ المحشي بتاعي او اي حاجة هقلبها ان هي ما تلزقش في الحالة بس عايزة اقول لكم ان اصلا ارضية المحشي دي يعني انا باعتبرها الغداء بتاعي بجد بتكون تحفة شوية البصل والطماطم مقارملين حاجة كده تبارك الرحمن وشاربين من طعم المحشي والسجوء طبعا السجوء يفتحينا لانه اصلا يعني غاب وخد وقت طويل في التسوية مع المحشي هي دي بس الفكرة ولكن طعمه شكل رهيب يا جماعة رهيب جربوه هتدمنوه مش هتبطلو خالص تعملوه لانه بجد تحفة شايفين شكل المحشي طبقات هنا انا حاولت ان انا اعمل سطرين محشي ورق كرومب ابيض وحط سطر اخضر في النص كده بالشكل ده لان انا اصلا بحب الورق الاخضر بتاع الكرومب شكله خطير هو سخن كده يدفي بقى القلب البردان والمعدة البردانة والولادي الكمشانين من البرد اللي احنا فيه ده فيش احلى من المحشي وصفات الشيطة الخطيرة تلاقوها عندي ما تنسوش اشتراك في القناة لايك للفيديو